أهلا بكم مشاهدين الكرام في النشرة الجوية وقدمها لكم من قناة النهار أول قناة إخبارية في الجزائر إذا نجوى مشمسة إلى مغشرة جوزيا بالمدن الشمالية مع تشكر ضباب خفيف قرب السواحيل تشكر صحب من النوع العالي والمتوسط على المدن الجنوبية سرعة الرياح تضعف مقارنة بالأيام الماضية تتراوح ما بين 20 حتى 30 كم في الساعة على أغلب المدن الشمالية نستهل نشطنا الجوية بصورة القمر الاصطناعي التي توضح لنا أجوى مغشرة جوزيا على أغلب المدن الشمالية من الوطن نمر إلى حالة التقس المرتقبة لظاهرة اليوم وبعد انقشار ضباب الصبيحة نتوقع سماء مشمسة إلى قليلة الصحب على كل المدن الساحلية والمدن الداخلية وصولا للمدن الجنوبية تطاير للرمال على شمال الصحراء وحركة الرياح تكون معتدلة بالسواحل درجات الحرر القصوى لظاهرة اليوم تسل بإذن الله إلى 23 درجة بالجزائر العاصمة ووهران 26 درجة على تلمسان 21 درجة بعنبا 25 درجة على قلمة 21 درجة على سطيف وبتنا 29 درجة بالأغوار 22 درجة بتيزي والزور 24 درجة على منطقة السيارة والجلفة 28 درجة على البيض النعامة ومشرية 33 درجة على بشار 32 درجة على غردايا والوادي 35 درجة بورغلا وحسيم سعود 41 درجة على منطقة إليزي وجنات 43 درجة على مقياس بعين صلاح 41 درجة بأدرار 37 درجة تندوف 35 درجة بتامن راس 42 درجة بأقصى الصحراء على عنقز وعن الوضعية الجوية المتوقعة لليلة اليوم ليلة الأربعة إلى الخميس نرتقي بإذن الله الجواء مغشات جزئيا على السواحل الشرقية يبقى الصفاء يميز السواحل الوسطى والسواحل الغربية حتى المدن الداخلية للوطن مع تشكل صحب عابرة تكون بدون فعالية على المرتفعات الداخلية شرقية صحب عابرة على كل المرتفعات الهجار والتسيدي والجنوب الشرقي لكن يبقى الصفاء يميز شمال الصحراء والوحاة الصحراء الوسطى شمال السورة الجنوب الغربي وأقصى الجنوب الجزائري حركة الرياح تكون ضعيفة لمعتدلة نسبيا على كامل التراب الوطني درجات الحرارة الليلية تسليل 10 درجات بالجزائر العاصمة 12 درجة على عنابة وقلمة 8 درجات بيستيف وبتنة 15 درجة بالأغواط 16 درجة على تيزي وزو 7 درجات على التيارة والجلفة 9 درجات على البيض النعامة ومشرية 8 درجات بتلمسان 13 درجة على وهران 18 درجة بغرداية 19 درجة بورغلا وحسن سعود حتى عين صالح وأدرار 21 درجة بالشار 17 درجة بتندوف والوادي 24 درجة بيديزي وجنات 22 درجة بتمانرس و23 درجة على أقصى الجنوب الجزائري بمنطقة عنقزام وبرج بجي مختار نصل بكم مشاهدين على حالة البحر لنهار اليوم سيكون بإذن الله قليل الإتراب على السواحل الغربية والوسطى نتيجة رياح غربية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها ما بين 20 حتى 30 كم في الساعة على السواحل الشرقية للوطن يكون البحر مضطرب بسبب رياح تكون شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 30 حتى 40 كم في الساعة مشاهدين الكرام كانت هذه توقعاتنا لأحوال التقصي ظهيرة وليلة اليوم والله أعلم شكرا لكم على طيب المتابعة والإصغاء في أمان الله